انطلقاً من العلاقات الوثيقة التي تتربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وخصوصاً في المجالات التعليمية والتربوية قام سعادته الدكتور ماجد بن علي النعمي وزير التربية والتعليم بزيرة إلى مقار جائزة حمدان بن راشد المكتوم للأداء التعليمية المتميز حيث اسمع إلى شرح مفصل من دكتور خليفة السويدي عضو مجلس أمناء الجائزة حول هذه الجائزة التربوية الهمة والمجالات التي تشملها كما تم بحث مجالات التعاون بين الوزارة والمسؤولين عن هذه الجائزة وخصوصاً مجال رعاية الطلب المهبين مشيداً الوزير بإسهامات هذه الجائزة الكبرى ومجالاتها التربوية ورعايتها للمهبين في العديد من المجالات المتطورة مكداً أن الوزارة تحرص سنوياً على تشجيع الطلب والمعلمين والإدارات المدرسية للمشاركة في هذه الجائزة المتميزة على الصعيدين التربوي والتعليمية سعدنا اليوم حقيقة في جائزة حمدان الراشد للألالة التعليم المتميز بزيارة معالي وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين الشقيقة وهذا دليل على اهتمام معاليه بجودة التعليم لأن هدف الزيارة هو الاطلاع على معايير الجودة التي تتبناها جائزة حمدان والانشطة التي نقوم بها بلا شك أن مملكة البحرين فيها تجارب كبيرة جدا نحن تعلمناها من خلال اللقاء مع معالي الوزير وفي نفس الوقت تبادلنا مع التجارب المتميزة التي تشرف عليها جائزة حمدان